السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم كراشهر طبعا شرح الويكلي او نايت فول هيرويكلي هالاسبوع كيف انك تجاوزه طبعا اول ما تدخل في فتحها على اليمين وفتحها على اليسار تعال فتحها على اليسار ليش لانها كيف ما تقول اسهل و اهون اذا كنتو اثنين الى ثلاث اشخاص تبدو تعدون هالمرحلة طبعا الفتحة رقم واحد انك تطلق على البوس اللي قدامك هي هالفتحة زين الفتحة الثانية الى حين بجي صوبها وهاي هي الفتحة الثانية يوم بتدمج البوس او الوحش لقدامك هذا هو اخر وحش في الويكلي هيرويك والنايت فول هيرويك لها الاسبوع اما بالنسبة لفتحة الثالثة عندك هالفتحة اذا كان في النص نص ما بنيه اما اذا كان في النص تروم الدمجة من هالجهة و الظل تطلق عليه و الضايقة طبعا اذا استمرت على هالطريقة مضايقة تقريبا اعتقد حول ثلاث دقائق او اربع دقائق بالكثير انه يبدأ يرجع وين يرجع للصوب الثاني الوراء على الصوب الثاني اخر شي ورا هناك فشو بتسوي انت بتطلع هني عندك المكان الاول هذا رقم واحد المكان اول تطلع له بار بي جي بسنايبر بوتورفل اي سلاح المهم بتظل تضايق هالمكان المكان الثاني تطلع فوق السطح و تظل الضايقة بسنايبر اي شي المهم تخلي تحرك و يغير مكانه في الوقت الحالي طبعا اذا تميت الضايقة بيجي وين بيجي المكان الثاث بيجي فوقكم فلا تفرد عضلاتك وتصير فوق كيف ما سويت انا صراحة يعني نكبني لاني كنت الوحيد فوق زين و اخويائي كلهم تحت فهم ما يدري يطلقون علي لان الزاوية الرؤية كيف ما تقول معدومة ما يدروا يسوون شي الوحيد اللي يقدر يقتله في الوضعية الحالية هو انا صراحة انا كبلي تقريبا حوال خمس دقائق احاول اقتله و مرة شغل الرشاش على الباب فما يعني ما خلاني تنفس اللي الحمد قتلت في الويكلي هروك فكان اسهل وضعية الويكلي هروك اسهل فقتلت لله الحمد لكن ان شبلك فوق في طريقة ثانية وانا الحين في النايتفول الحين اذا ان شبلك راح فوق تصير الصوب الثاني الفتحة الثانية زين الضايقة تخليه ينزل لتحت ويرجع لموقع الطبيعي طبعا انت بتقعديني شوي في البداية بتشلم الشباب اللي تحت الوحوش اللي تحت بتشلم السنايبرات وكذا من هالسوالف الواحد يقولي السيف كراشاش لش لعب بفويد دمج ألعب بفويد دمج اني ألعب اكزوتيك سلاح اكزوتيك ثاني ما قدر استعمل السواتيجي في الوقت الحالي فألعب بايس بريكر طبعا الضايقة عشان يرجع لي مكان الطبيعي تم تقرب الضايقة الضايقة فهو شو بيرجع لي مكان الطبيعي يوم يرجع لي مكان طبيعي هالمكان أخويائك والصبب الثاني ما تخليهم يعني يضايقونه انت بس تفرغ له التم ضايقة الضايقة خلي يجي صوبك عشان يطلع رأسك قدامك يوم يطلع رأسك قدامك تم تطلق عليه تضرب الرأس انصحكم هنا ما تستعملون الار بي جي لانا عادي تموت زين وضيع عليك فرصة حلو انك تنهي الوحش اللي قدامك طبعا بتضلع لهالحالة لان يموت سنايبر وكذا تخلصه سريع 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 اشغاله فيك هالي كان معي اليوم كان معكم كراشر السلام عليكم محمد الله بركاته